السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل المتابع الكرام الفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم فيه عن الفنان يوسف فخر الدين قصة حياته زي الأفلام وأصرار في حياته هنعرفها الأول مرة وكمان هنعرف عدد زيجاته وكمان قصة حياته وزي دخل عالم الفن وهنعرف كمان هو هاجر ليه خارج مصر هنعرف تفاصيل عن حياته الفنية وكمان الشخصية يوسف فخر الدين هو فتى أحلام الفتيات في الخمسينيات والستينيات كمان وتمتع بوسامة وجذبية وخفة ظل ومهبة فنية كمان وحقق شهرة كبيرة جدا والفنان يوسف فخر الدين دخل التمثيل صدفة وكمان ترك التمثيل حزنا على وفاة زوجته هو اسمه الحقيقي يوسف محمد فخر الدين هو ممثل من أب مصري مسلم ومن أم مجارية مسيحية ولد في 15 يناير عام 1935 في حي مصر الجديدة وكان والده يعمل مفتش في الرأي وهو شقيق الفنانة الراحلة مارين فخر الدين وبعد أن أكمل يوسف دراسته السنوية لتحق بالجامعة ولكنه اكرر بعد ذلك عدم إكمال الدراسة دراسة الجامعة واتجه للتمثيل وكان يوسف منذ صغر وطفل خجول جدا وعندما ولد يوسف كانت شقيقته مارين تبلغ من العمر أربع سنوات وكانت تشعر بالغيرة الشديدة منه في طفولتها حيث قالت في أحد الحوارات التلفزيونية الجريئة لها لأن كانت حواراتها كلها جريئة وكانت بتقول تصريحات جريئة جدا أكدت مارين إنها كانت بتقرأ شقيقها لأنه أخذ سريرها ونام وهو على سرير واحد وكان مارين بتقول إنها كانت بترغب في التخلص من شقيقها فعندما أصيب بعدوة السعال أمر الأطباء أن تبتعد مارين عن شقيقها حتى لا تؤذي وأرادت استغلال هذه الفرصة وقررت إن هي تعدي عشان يمرض هو كمان وبمرور السنوات تحولت العلاقة علاقة الغيرة والقراهية بينها وبين أخيها إلى صداقة وحب عندما قبر في السن وأصبحوا صديقان مقربين جدا من بعض وكانت مارين دور بارز في حياته المهنية والفنية وتزوج يوسف فخر الدين من النجمة نادية سيف النصر وكانت بتحبه جدا وهو كمان بيحبها بشدة وكانت نادية سيف النصر بتعمل لدى المخابرات المصرية لسنوات طويلة وتوافت نادية سيف النصر في حادي السيارة عام 1974 فأصيب باكتئاب شديد بعد وفاتها وقرر السفر لليونان واعتزل التمثيل نهائيا وفي اليونان أصبح يوسف رجل أعمال وتزوج من سيدة يونانية غير معروفة ولم ينزل مصر إلا مرة واحدة عام 1997 ليطمئن على شقيقته مريم وعاد بعد ذلك إلى اليونان وعمل فترة موظف استقبال في أحد الفنادق في اليونان كما عمل كبائع في محل زوجته اليونانية الذي تعرف عليها هناك أما عن وفاته فتوفى يوسف فخر الدين في 27 ديسمبر عام 2002 عن عمر يونيه 67 عام في اليونان ودفن في مقابر الأجباط حيث لم تتمكن شقيقته مريم إحضار جسته بسبب تكاليف النقل الباهزة باهزة السمن وعدم وجود مقابر للمسلمين في اليونان في أسينة ودفن في المقابر مقابر الأجباط وشارك الفنان يوسف فخر الدين في عدد كبير جدا من الأعمال الفنية وكان منهم أفلام كتير جدا مشهورة ونالت إعجاب الجميع وأول فيلم ليوسف فخر الدين كان في عمره 22 لما اكتشفته وشاركته مريم فخر الدين في الوقت ده زواجة من المخرج والمنتج محمود زلفقار وعرضت عليه أنه يشارك معها في فيلم رحلة غرام لوافق يوسف فخر الدين وبدأ مسارته الفنية من هنا وعلى الرغم من شخصيته الخجولة في الحقيقة إلا أنه أبدع في السلمة وتقدم في أدواره الفنية وكمان كان جريء جدا رغم أنه كان خجول جدا في الحقيقة وفي نفس العام شارك في فيلم أنا وقلبي من بطولة شقيقته وعماد حمدي وجسد في الدور ده شقيق مريم فخر الدين في الفيلم وفي العام التاني شارك في فيلم شباب اليوم مع بطولة مريم فخر الدين وكريمان ومحمود المينيجي وعمر الحريري كمان رحم الله الفنان القدير يوسف فخر الدين